الجرافة تادي بير أو اللعبة الدب اسم برز بين الآليات التي تعتمد عليها إسرائيل في عمليات التوغل أو الاجتياح البري لقطاع غزة فماذا نعرف عنها؟ وزنها يصل لنحو 62 طن بطول 8 أمتار تتمتع بقوة جر هائلة في الشوارع المزدحمة وبإمكانها فتح الطرق في الأزقة الضيقة أما محركها فيعمل بقوة تصل إلى 410 أحصنة تادي بير أو D9R تصنعها شركة كاتير بيلر الأمريكية بتكلفة تقارب المليون دولار وتستخدم في حروب المدن إسرائيل استخدمتها في حروبها السابقة على غزة لكن النسخة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي تم تعديلها بدروع تحمي هيكلها وأنظمتها تعرف بدروع الأقفاص بهدف حمايتها من القذائف الصاروخية خاصة الـ RBG ومع هذه التعديلات تتجاوز كلفتها مليون ومائتي ألف دولار قبراء عسكريون توقعوا أن تستخدم حماس الطائرات المسيرة لمواجهة هذه الجرافة